تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية أحمد السبكي ومحافظة جنوب سيناء خالد فودة وممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر النعيم القصير الاستعدادات النهائية للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27 شاملت الجولة مستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني المقام بجوار مركز المؤتمرات الدولي بشرم الشيخ وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم تدريب الأطقم الطبية على طب الطوارئ والحالات الحرجة بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية إضافة إلى محاكاة كل السيناريوهات المتوقعة لعمليات الإخلاء الطبي عند وقوع أي أحداث أو أزمات طارئة كما أكد على التنصيق مع هيئة الإسعاف وعلى جهزية فرق الانتشار السريع للتدخل وتقديم الدعم ترجمة نانسي قنقر